بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك وعظم سيدنا ومولانا محمدا وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وقبولا يقربنا إليك يا رب العالمين اللهم خلقنا بأخلاق حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال والأفعال والصفات إنك على ما تشاء قدير أما بعد فيا أيها الإخوة في الله وفي حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحن معكم الآن في الدرس الأول من دروس التعرف على شمائل وأخلاق وأفعال سيد الخلائق عليه أفضل الصلاة وأتم السلام في كتاب هو من أعظم ما ألف من كتب المتأخرين وفي كتاب جمع فيه مؤلفه رحمه الله تعالى ما يتعلق بشمائل الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم الحميدة وما يتعلق بخصاله المجيدة هذا الكتاب سماه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة وخصائله المجيدة مؤلفه مولانا وشيخ مشايخنا العلامة المفسر المحدث عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى وأفاض علينا في هذا المجلس من بركاته ومن علومه سمعت في تسجيل صوتي من فضيلة المؤلف رحمه الله تعالى وأقول في تسجيل صوتي لأنني لم ألتقي به إنما انتشر هذا التسجيل بين إخواننا طلاب العلم يقول الشيخ فيه سبب تأليف هذا الكتاب وما جرى معه عندما ألف هذا الكتاب الشيخ رحمه الله تعالى كان مقيما في بلد يكثر فيه أهل البدع ومثل هذا الكتاب عند هؤلاء الذين هم مدعون لأهل السنة والجماعة أو لأنهم مدعون لأهل الكتاب والسنة مثل هذا الكتاب قد يؤذي إلى إشكال مع الشيخ ومع ذلك ألفه وسماه سيدنا محمد رسول الله يقول الشيخ فرأيت في الرؤية في تلك الليلة عندما انتهى من تأليف الكتاب رأيت في الرؤية أنني أقف مع جماعة حول الكعبة الشريفة وأن كل واحد معه أوراق يريد أن يقدمها في الكعبة فمن تقبل شهادته يكتب اسمه على جدار الكعبة ومن لا تقبل شهادته ما تقبل أوراقه التي معه ترد وترجع حتى إذا كان دور الشيخ عبد الله سراج الدين كتب على جدار الكعبة شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله سراج الدين مقبولة فاستيقظ الشيخ قال فاستيقظت وأنا مسرور فرح بأن هذا الكتاب محمد رسول الله مقبول عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أراد الشيخ أن يطبع الكتاب وأراد أن ينشره في البلدان فبعض البلدان ممن يكثر فيها أهل الأهواء وأهل البدع الذين ينقصون من قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذين يريدون أن ينزعوا هيبته ومحبته وتعظيمهم صلى الله عليه وسلم من قلوب كثير من المسلمين لا يوافقهم اسم هذا الكتاب فيقولون سيدنا محمد رسول الله فينبغي عليك أن تنزع كلمة سيدنا فقال لهم الشيخ إما أن يطبع الكتاب كما هو بكلمة سيدنا أو لا أريد أن يطبع في بلدكم أبدا ولا أن ينشر وأصر الشيخ على أن توضع كلمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب وهذا الكتاب الذي بين أيدينا ما تبع ومن تشر وما اشتهر إلا لإخلاص مؤلفه وإلا لتعلقه رحمه الله تعالى بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأصر أن يكون الكتاب بكلمة سيدنا ليبين أن من منهجنا تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن من منهجنا أن لا نذكره صلى الله عليه وآله وسلم إلا بذكر يشعر برفعته وأن لا ندعوه وأن لا نجعل دعاءه كدعاء بعضنا بعضا الله عز وجل يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله من شعائر الله ثم يقول بعد آيات الحج ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فإذا كانت البدن يعني الجمال النوق التي تذبح في الحج من شعائر الله ويجب علينا أن نعظمها وتعظيمها من تقوى القلوب فهل تكون الجمال والنوق والبدن أعظم عند الله من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاشا فكما ينبغي علينا أن نعظم البدن من باب أولى أن نعظم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن نقول محمد لا ينبغي أن نقول رسول الله فقط ينبغي أن نذكره باسم السيادة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما علمناه الشيخ رحمه الله تعالى بلسان حاله عندما طلب منه أننا ننشر هذا الكتاب في بلادنا لكن بشرط أن تحذف كلمة سيدنا تحذف هذه الكلمة ويصير اسم الكتاب محمد رسول الله فقال الشيخ إما أن يطبع كما هو بكلمة سيدنا وإما أن لا يطبع كل هذا مسجل بصوته رحمه الله تعالى وهو من هو في العلم وهو من هو في الحديث وما استطاع أحد من هؤلاء الذين يدعون أنهم أتباع السنة ما استطاع أحد أن يرد على ما في هذا الكتاب لأن مؤلفه علامة مفسر محدث وما أتى به إلا بالأحاديث الصحاح أو الحسنة أو الضعاف التي يقوي بعضها بعضا وتشتهر في هذا المجال وفي باب الفضائل التي يعلمناها رضي الله تعالى عنه الشيخ عبدالله سراج الدين رحمه الله تعلق بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وسمعت مرة منه أيضا في هذا التسجيل يقول أنا عندما كنت أقرأ الأحاديث حديث الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وبدأت بحفظ هذه الأحاديث حتى صار هو من هو في علم الحديث إنما أمسك بكتاب جامع الأحاديث للإمام السيوط رحمه الله وأقول هذا الكلام كلام حبيبي هذا الكلام تكلم به حبيبي صلى الله عليه وسلم فهو يحفظ الحديث لا لمقرر يقدمه ولا لامتحان يختبر به ولا لأي شيء يفعله إنما يحفظ الحديث محبة برسول الله كلام خرج من فم الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم كيف لا أعظمه كيف لا أحبه إذا كنت أنا أدعي محبة الحبيب الأعظم فلماذا لا أحفظ كلامه صلى الله عليه وسلم لذلك ما سمعت أحدا من أشياخنا ذهب إلى بيت الشيخ عبدالله سراج الدين وزاره في بيته إلا وقال كلمة وكأنهم أجمعوا عليها كانوا يقولون ما نستطيع أن نديم النظر في وجهه من شدة النور الذي يخرج من وجهه رضي الله عنه لماذا يا أيها الإخوة لأنه حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامعه إذن هذه النظارة هذا الجمال هذا النور الذي كان يخرج من وجهه وكأنك تنظر إلى أعلى نور في هذه الأرض إنما خرج بسبب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعلق بها هذه لمحة عن مؤلف الكتاب وعن قصة تأليف الكتاب أما الكتاب فقد جمع فيه الشيخ رحمه الله ما يتعلق بشمائل الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بصفاته الخلقية والخلقية أما الصفات الخلقية فمن حيث جمال وجهه الشريف من حيث وصفه صلى الله عليه وسلم من حيث طيبه من حيث عرقه من حيث مشيته من حيث عينه من حيث ما وصف ما ذكره علماء السيرة والشمائل في صفة هذا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وما ذاك إلا للتعلق به النفس عندما تميل إلى شيء تتعلق به عندما ترى جماله تتعلق به فالصفات الخلقية للتعلق ثم ذكر الصفات الخلقية من رحمته صلى الله عليه وسلم من سعة عقله صلى الله عليه وسلم من صبره من شفقته من تحمله من شجاعته من قوة قلبه مما يتعلق به صلى الله عليه وسلم وبأفعاله وما ذاك إلا للتحقق فالصفات الخلقية للتعلق والصفات الخلقية للتحقق وللعمل بما فعله الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الشيخ رحمه الله تعالى بدأ في هذا الكتاب بذكر مقدمة في وجوب التعرف إلى جناب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل هذه المقدمة ذكر أن العقلاء تطمح إلى معرفة عظماء العالم وكبرائه كل إنسان عاقل يطمح ويبغي في عقله أن يتعرف إلى من هم عظماء هذا العالم فإن أحق ما يجب أن تطمح إليه وتطمع فيه هو التعرف إلى سيد السادات صلى الله عليه وسلم وفخر الكائنات الذي رفعه الله تعالى أعلى الدرجات ورقاه فوق جميع أهل المراتب والمقامات وإن أحداً وهذا أمر مهم وملحظ يجب علينا أن نتوقف عنده وإن أحداً من الناس مهما على فضله واتسع علمه وكمل عقله لا يستطيع أن يحيط بمحاسن هذا النبي الكريم ما يستطيع أبداً أن يجمع محاسن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولا أن يستقصي أنواع كماله وألوان جماله بل كلهم عاجزون عن التعبير عن تلك المعاني المحمدية والصفات المصطفوية قالوا رحمهم الله تعالى أعلم الخلق بالله هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبلغ مقدار علمه إلا بمقدار ما يدخل المخية إلى البحر ثم يخرج كم يعلق منه من الماء؟ إبرة إذا أدخلتها إلى البحر وأخرجتها كم يعلق فيها من الماء؟ مقدار قليل هذا مقدار معرفة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم بالمولى تبارك وتعالى وأعظم الخلق معرفة أعلى الخلق معرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ولا يبلغ مقدار علمه برسول الله إلا بمقدار ما يدخل يدخل الإنسان المخية إلى البحر ويخرجه كم يعلق فيه من الماء؟ أيضا الشيء القليل ما يستطيع أحد من الخلائق أن يدرك محاسن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم إذا كان أعلى الناس معرفة هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وإذا كان هو هذا مقدار علمه فكيف نحن ونحن بيننا وبينه المسافات الشاسعة؟ أعلم الخلق برسول الله سيدنا أبو بكر توجه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا أبو بكر كان على التمام كان توجها كاملا فلذلك لما قيل له ادفع في سبيل الله قال يا أبو بكر ماذا تركت؟ قال تركت لهم الله ورسوله لم يبق شيئا أما غيره من الصحابة كان على نصف التوجه مثلا سيدنا عمر نصف التوجه من سيدنا أبو بكر فجاء بنصف ماله سيدنا سعد على ثلث التوجه فجاء بثلث ماله وقال الثلث والثلث كثير إذن لا يستطيع أحد أن يحيط بمحاسن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم لذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى إن شئت أن تدري جمال محمد اللهم صلي عليه فارجع لما قال عنه الله ارجع إلى ما قال عنه المولى تبارك وتعالى لا يستطيع أحد أن يعلم حقيقة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم إلا المولى تبارك وتعالى ثم شرع رحمه الله تعالى في المقدمة في الوجوب التعرف إلى جناب الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم ولخصها بخمسة وجوه نسردها سردا فقال الوجه الأول أن الله تعالى أمر العباد أن يؤمنوا بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فقال آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير والإيمان به صلى الله عليه وسلم يستلزم منا معرفته فكيف نؤمن بشيء لا نعرفه فلذلك علينا أن نتعرف إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الوجه الثاني مما ذكره الشيخ رحمه الله أن المولى سبحانه وتعالى أمرنا بمحبته صلى الله عليه وآله وسلم والمحبة أيضا تستلزم المعرفة فهل رأيتم شخصا يحب شخصا لا يعرفه من أراد أن يحب إنسانا لا بد أن يتعرف عليه وكما ذكر الإمام الغزالي رحمه الله أنواع المحبة ترجع إلى ثلاثة إلى جمال وإلى كمال وإلى نوال وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأشد الخلق نوالا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله تبارك وتعالى قد أوعدنا على عدم محبته صلى الله عليه وآله وسلم فقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فكيف ندعي محبته صلى الله عليه وآله وسلم ولا نعلق قلوبنا به ولا تلهج ألسنتنا بذكره صلى الله عليه وآله وسلم وكيف ندعي محبته ولا نعرف صفاته ولا نعرف أخلاقه ولا نعرف شمائله فمن الواجب إذن إذا ما أردنا التعلق به حبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم أن نعرف صفاته وأن نعرف أخلاقه ومن الوجوه أيضا أن الطلاع الإنسان على أوصافه صلى الله عليه وسلم العظيم وشمائله الكريم ليعطي صورة علمية تنطبع في القلب وترتسم كأنه قد رأى محبوبه عندما نتكلم عن صفات الحبيب صلى الله عليه وسلم وعن شمائله تبدأ المخيلة برسم هذه الشمائل تبدأ المخيلة برسم هذه الصفات فتنطبع هذه الصورة في القلب فتتعلق به والنبي علمنا هذا علمنا هذا الأسلوب عندما وصف لنا عليه الصلاة والسلام عندما وصف لنا سيدنا إبراهيم وعندما وصف لنا سيدنا عيسى وعندما وصف لنا سيدنا موسى مررت على موسى فإذا هو رجل من رجال شنوء ومررت على عيسى فإذا هو قد خرج من ديماس كل هذه الصفات إنما لتتعلق القلوب بها فإذا كان النبي يعلمنا اللهم صل عليه يعلمنا أن نصف من كان قبله من الأنبياء فيجب علينا أن نتعرف إلى صفاته صلى الله عليه وآله وسلم ومما ينبغي أن نذكره أيضا في وجوب التعرف أن في ذكر شمائله صلى الله عليه وسلم وسماع أوصافه ونعوته تحيا قلوب المحبين وتطرب أرواحهم وعقولهم ويزداد حبهم ويتحرك اشتياقهم ذكر أوصاف الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم تحرك القلب تحييه تجعل الإنسان يتعلق به صلى الله عليه وسلم كما يقول العلامة عمر بن حفيظ في مولده بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانة كلما ذكرت الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم كلما زالت الهموم وكلما زادت تعلق به اللهم صلي وسلم وبارك عليه وما أجمل أن نختم بقول العارف بالله الشيخ أبي مدين رحمه الله تعالى إذ قال ونحيا بذكراكم إذا لم نراكم ألا إن تذكار الأحبة ينعشنا عندما نذكركم نحيا ولو لم نراكم فلولا معانيكم تراها قلوبنا إذا نحن أيقاض وفي النوم إن غبنا لمتنا أسا من بعدكم وصبابة ولكن في المعنى معانيكم معنا يحركنا ذكر الأحاديث عنكم ولولا هواكم في الحشى ما تحركنا لذلك ترى أن كثيرا من العشاق إذا ما ذكر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم بدأوا يتحركون هكذا ويميدون كما تميد الأشجار لأن أرواحهم تشتاق للقياه اللهم صلي وسلم وبارك عليه اللهم علق قلوبنا به صلى الله عليه وسلم اللهم حققنا بكمال الاتباع له صلى الله عليه وسلم اللهم حققنا بكمال السير على نهجه صلى الله عليه وسلم اللهم أكرمنا وإخواننا وأحبابنا وأهلنا وجميع المسلمين بالاجتماع به صلى الله عليه وسلم يقضة ومنام كحل أعيننا بلقياه كحل أعيننا شنف أسماعنا بسماع صوته صلى الله عليه وآله وسلم أسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة التعلق والتحقق والتحبب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يديم علينا هذه المجالس وأن ينفعنا وإياكم وأن يجعل اجتماعنا عليه وتفرقنا عليه وأن لا يحوجنا إلا إليه آمين 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 والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل منا وعافنا واعف عنا وخلقنا وحققنا وعلقنا بأخلاق حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم بجاهه عندك يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة